الرحمن الرحيم أهلا بكم أحباء طلبة الصف السادس تحدثنا في الحصة السابقة عن حل أسئلة نص القراءة واليوم سنتحدث عن موضوع التركيب والأساليب اللغوية القواعد في هذه الوحدة سنتحدث عن موضوع الفعل الصحيح والفعل المعتل ما المقصود بالفعل الصحيح وما المقصود بالفعل المعتل نذكر بأن الفعل ينتمي من أقسام الكلام نحن نعلم بأن أقسام الكلام اسم فعل وحرف والفعل ينتمي إلى هذا النوع الفعل هو من تركيب الجملة الفعلية فنقول فعل فاعل مفعول به والفعل له ثلاثة أزمان فعل ماضن حدث وانتهى وفعل مضارع يحدث ولا يزال مستمر وفعل الأمر ينتظر ويأمر وينتظر باستقبال تنفيذ هذا الأمر هذا بشكل عام ولكن الفعل الصحيح هو الذي تكون حروفه الأصلية صحيحة ما المقصود بحروفه الأصلية؟ أي حروفه التي على وزن فعل التي على وزن فعل أي الثلاثية أي في حالة الماضي في حالة الماضي لا يحتوي على حروف علة إذن الفعل الصحيح هو الفعل الذي تكون حروفه الأصلية لا تحتوي على حروف العلة حروف العلة الألف والواو واليا يسمى الفعل الصحيح أو يوجد له ثلاثة مسميات وهي الصحيح السالم الصحيح السالم الذي تكون حروفه صحيحة مثل عمل الصحيح المهموز تحتوي أحد حروفه الأصلية على الهمزة مثل نشأة وصحيح المضعف تحتوي حروفه الأصلية على حرف مضعف مشدد إذن الفعل الصحيح هو الفعل الذي تكون حروفه الأصلية صحيحة ما المقصود بصحيحة؟ أي أنها لا تحتوي على حروف علة ألف وواوية قبل أن نحدد ما نوع الفعل هل هو صحيح أم معتل يجب أن نقوم بإرجاع الفعل على وزن فعل أي نقوم بإرجاعه إلى حالة الماضي إذا كان لدينا فعل مضارع أو أمر نقوم بإرجاعه إلى الماضي حتى نستطيع تحديد هل هي حروفه الأصلية صحيحة أم لا أيضا الفعل الصحيح له ثلاثة أنواع في البداية نقول المهموز إذا احتوى الفعل إلى على حرف الهمزة نسميه مهموز إذا احتوى على شدة حرف مضعف نسميه مضعف أما إذا لم يحتوي على همزة ولم يحتوي على حرف مشدد فنسميه السالم إذن في البداية نحن نبحث عن المضعف أو المهموز إذا لم نجد نقول عنه سالم أما الفعل المعتل هو الذي تكون حروفه الأصلية غير صحيحة ما المقصود بأنها غير صحيحة أي أنها احتوت على حروف العلة الألف والواو واليا عندما نقوم بإرجاع الكلمة إلى الماضي نستطيع تحديد ما هي الحروف الموجودة فيها حروف العلة إذا كانت في بداية الفعل نسميها مثال أي نقول معتل مثال مثل الفعل وعدة ها هي الواو ها هي الواو في بداية الفعل فنقول عنه مثال أجوف أي أن الحرف موجود في الوسط حرف العلة في الوسط مثل الفعل ناما ها هي الألف في الوسط ناقص معتل ناقص أي أن حرف العلة جاء في آخر الفعل مثل دعاء إذن الفعل المعتل هو الفعل الذي يحتوي على أحد حروف العلة حروف العلة ألف واليا له أكثر من نوع حسب موقع ومكان حرف العلة إذا كان حرف العلة في بداية الفعل نسميه معتل مثال إذا كان في وسط الفعل نسميه معتل أجوف إذا كان في نهاية الفعل نسميه معتل ناقص إذن بشكل عام لدينا في اللغة العربية الفعل الصحيح والفعل المعتل الفعل الصحيح هو الذي لا يحتوي على حروف علة الفعل المعتل هو الذي يحتوي على حروف علة حتى نستطيع تحديد الفعل يجب إرجاع الفعل إلى الماضي يجب أن نقوم بإرجاع الفعل إلى الماضي حتى نتأكد من الحروف الأصلية أن لا تكون حروف مضارعة ولا أمر ولا مضافة إلى أي شيء آخر يجب إرجاعه إلى حالة الماضي الفعل الصحيح له ثلاثة أنواع والفعل المعتن له ثلاثة أنواع الفعل الصحيح في البداية إذا شاهدنا الفعل يحتوي على همزة نقول عنه صحيح مهموز إذا شاهدنا في الفعل شدة نقول عنه صحيح مضاعف إذا لم نرى ولم نشاهد همزة ولا شدة نقول عنه ماذا؟ نقول عنه صحيح سالم ها هنا المضاعف شدة المهموز نشأ السالم عمل أما الفعل المعتن هو الذي يحتوي على حروف علّة ونقوم بتسميته حسب موقع حرف العلّة والفعل المعتل يوجد فيه حروف علّة الفعل الصحيح له ثلاثة أنواع السالم المهموز المضاعف الفعل المعتل له ثلاثة أنواع مثال أجواف ناقص لدينا هنا القائمة ألف والقائمة با القائمة ألف تمثل أفعالاً صحيحة والقائمة با تمثل أفعالاً معتلة الجملة الأولى السخنات الشمسية تعمل على تسخين الماء يوجد لدينا خط تحت الفعل تعمل تعمل فعل مضارع قلنا يجب أن نقوم بإرجاع الفعل إلى حالة الماضي حتى نستطيع تحديد حروفه الأصلية تعمل ما ماضي الفعل تعمل عمل عمل هل احتوت على حروف العلّة؟ ألف واويا لم تحتوي إذن هي فعل صحيح ولكن نريد أن نحدد ما نوعه هل يوجد فيه همزة حتى نقول عنه مهموز؟ لا هل يوجد فيه شدة حتى نقول عنه مضاعف؟ لا هل إذن بما أنه لا يوجد فيه لا همزة ولا مشدد فهو ماذا؟ فهو سالم نكتب هنا سالم الجملة الثانية حرث الفلاح أرضه استعداداً لزراعتها الفعل حرثة هو فعل ماضي في البداية يجب أن نتأكد من الفعل أنه في حالة الماضي الفعل حرثة فعل ماضي هل يحتوي الفعل حرثة على حروف علّة الفواويا؟ لم يحتوي إذن فهو صحيح نريد أن نحدد هل هو هل احتوى على همزة حتى نقول عنه مهموز؟ لا هل احتوى على شدة حتى نقول عنه مضاعف؟ لا إذن ما هو سالم الجملة الثالثة ينبغي أن نبدأ بتأسيس المشاريع التجربية الفعل نبدأ هل احتوى؟ إذن الفعل نبدأ هل احتوى على أحد حروف العلّة الفواويا؟ لم يحتوي إذن فهو صحيح نريد أن نحدد ما نوعه من الأفعال الصحيحة هل احتوى على شدة؟ لا هل احتوى على همزة؟ نعم ها هي إذن نقول عنه مهموز الجملة الأخيرة عدد تاجر نقودة هل احتوى؟ هل احتوى؟ هل الفعل في أي حالة؟ في حالة الماضي عدد وانتهى هل احتوى على أحد حروف العلّة الفواويا؟ لم يحتوي إذن فهو صحيح نريد أن نحدد نوعه هل هو مهموز؟ احتوى على همزة؟ هل احتوى على شدة؟ نعم إذن فهو مضاعف إذن المجموعة ألف تمثل أفعالا صحيحة نحن في البداية نقوم بالنظر إلى الفعل هل هو في حالة الماضي؟ إذا كان في حالة الماضي مباشر نقوم بتحديد نوع الفعل ولكن إذا كان في حالة المضارع مثل هنا فعل تعمل يجب أن نقوم بإرجاعه إلى حالة الماضي حتى نستطيع تحديد حروفه الأصلية ننظر إلى الفعل إذا كان ماضي إذا احتوى على أحد حروف العلا فهو من عائلة الفعل المعتل إذا لم يحتوي على حروف علا فهو من عائلة الفعل الصحيح والفعل الصحيح ثلاثة أنواع إذا رأينا على الفعل همزة فهو مهموز إذا رأينا شدة فهو مضاعف إذا لم نرى لا همزة ولا شدة إذن فهو سالم السالم الذي لا يحتوي لا على همزة ولا على الشدة نذهب إلى القائمة با قال المعلم لطلبته من جدة وجد ومن سار على الدرب وصل الفعل قال هل الفعل قال في حالة الماضي؟ نعم قال وانتهى إذن نضيف كلمة انتهى حتى نتأكد من أنه في حالة الماضي قال هل احتبى على أحد حروف العلة؟ نعم ها هي الألف الألف حرف علة إذن فهو فعل معتل ولكن نريد أن نحدد ما نوعه أين موقع حرف العلجة في الوسط أي أجوف الأجوف أي وسط إذن أجوف الفعل وصل هل هو في حالة الماضي؟ نعم وصل وانتهى إذن فهو معتل نريد أن نحدد ما هو نوعه أين موقع حرف العلة في البداية؟ قلنا بأن إذا جاء حرف العلة في البداية فهو مثال معتل مثال الجملة الثانية عليك أن لا تبقي المصابيح مضاءة طوال الليل أو من غير حاجة تبقي تبقي فعل مضارع ماضيها بقى أو بقية كلاهما صحيح إذن فعل ثلاثي هل احتوى على حرف علة؟ نعم أين موقع حرف العلة؟ جاء في آخره ألف أو ياء إذن فهو ناقص إذن نعيد بشكل عام لدينا ما يسمى بالفعل الصحيح والفعل المعتل في البداية عندما نرى سؤال ويوجد خط تحت الفعل يجب أن نتأكد هل هو في حالة الماضي أم المضارع أم الأمر نقوم بإرجاعه إلى حالة الماضي ونضيف كلمة إنتها حتى نتأكد هل هو ماضي أم لا ننظر إلى حروفه الثلاثية أو الرباعية الأصلية هل احتوت على أحد حروف العلة؟ الألف والوا واليا أم لم تحتوي؟ إذا احتوت على أحد حروف العلة فهي من عائلة الفعل المعتل إذا لم تحتوي على أحد من حروف العلة فهي من عائلة الفعل الصحيح الفعل الصحيح له ثلاثة حالات له ثلاث حالات الحالة الأولى إذا شاهدنا همزة فهو مهوز إذا شاهدنا شدة فهو مضاعف إذا لم نشاهد ولم نرى لا همزة ولا شدة فهو سالم الفعل المعتل إذا رأينا وشاهدنا في الفعل الثلاثي أحد حروف العلة الألف والوا واليا فهو معتل وله ثلاثة أنواع إذا كان حرف العلة في بداية الفعل فهو مثال اسمه مثال إذا كان في وسط الفعل فهو أجوف إذا كان في نهاية الفعل فهو ناقص وها هي المثال الأمثلة في الكتاب توضح ذلك إذن عليكم أن تقوموا هنا بكتابة هذا الصندوق الفعل الصحيح وهنا الفعل المعتل وكذلك عند ورود أي سؤال يجب مباشرة أن تكتب على طرف الورقة أو الصفحة المقصود بالفعل الصحيح والفعل المعتل وأنواعه إذن عليكم حفظ المسميات الصحيح لا يحتوي على حروف علة المعتل يحتوي على حروف علة معتل من اسم معتل أي علة صحيح أي صحيح صالح لا يحتوي على حروف علة وعليكم أيضا أن تحفظوا الأنواع هنا ثلاثة أنواع وهنا ثلاثة أنواع هذه المناقشة هي عبارة عن إعادة لما قمنا بشرحه وذكره ننتقل الآن إلى حل التدريبات حل التدريبات يكون بالفهم ويجب حتى نحدد نوع الفعل نقوم إرجعه إلى الماضي ومن ثم نحدد معتل أم صحيح يقول السؤال الأول ميز الفعل الصحيح من الفعل المعتل فيما يأتي إذن لدينا مجموعة من الجمل نحن سنقوم باستخراج الأفعال ومن ثم نرجعها إلى الماضي ومن ثم نقوم بتحديد هل هي فعل معتل أم فعل صحيح ألف قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى نبدأ من البداية نبحث هوى هوى نتأكد هل هي فعل ماضي أم مضارع أم أمر هوى وانتهى إذن فهي فعل ماضي هل احتوت على أحد حروف العلة نعم احتوت على حرف العلة الواو أيضا على الألف إذن معتل ماذا الواو في الوسط أجوف نستطيع أيضا تسميته بأنه أجوف ونقص في نفس الوقت هوى ما ضل ظل ها هي فعل هل احتوت ظل وانتهى فعل ماضي هل احتوت على أحد حروف العلة لا إذن فهي صحيح أنواع الصحيح احتوت على شدة فهي مشدد أي مضعف وما غوى غوى وانتهى فعل ماضي احتوى على الواو احتوى أيضا على الألف نستطيع أن نقول أجوف ونستطيع أن نقول ناقص ينطق فعل مضارع نريد نرجعه إلى الماضي نطق نطق هل احتوت على حروف العلة لا إذن فهي صحيحة هل احتوت على همزة لا هل احتوت على شدة لا إذن ما هي سالم يوحى فعل مضارع من وحية أو وحى فهي معتلة معتلة ماذا وحية وحى احتوت على حرف علة في البداية وفي النهاية نستطيع أن نقول معتل مثال وأيضا معتل ناقص باء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير قال وانتهى فعل ماضي احتوت على أحد حروف العلة ها هو الألف في الوسط إذن معتل أجوف يأتي فعل مضارع نقوم برجاعه إلى حالة الماضي فنقول أتى أتى هل احتوت على أحد حروف العلة نعم ها هي الألف فهي معتل ناقص جيم نشأ الغلام ذكيا نشأ نشأ وانتهى فعل ماضي هل احتوت على أحد حروف العلة لا إذن فهي صحيح هل احتوت على همزة نعم ها هي إذن مهموز يعيش كريم النفس في عزة وإباء يعيش فعل مضارع هل نستطيع أن نقول يعيش وانتهى لا عاش وانتهى نقول إذن عاش الفعل عاش هل احتوى على أحد حروف العلة نعم ها هي الألف إذن فهو معتل أجوف ها جمع المزارعون ثمار الزيتون جمع وانتهى إذن فهي فعل ماضي هل احتوت على أحد حروف العلة لا إذن فهي صحيحة هل احتوت على همزة لا هل احتوت على شدة لا إذن فهي صحيح سالم وعد زيد صديقه بزيارة في العطلة الصيفية وعد وانتهى إذن فهي فعل ماضي احتوت على أحد حروف العلة نعم ها هي الواو في البداية إذن نقول معتل مثال إذن السؤال الأول يريد منا في البداية أن نحدد الفعل حتى نستطيع تحديد الفعل نقوم باختيار الكلمة التي تدل على الحركة والاستمرار بعد أن نقوم بتحديد الفعل يجب علينا أن نحدد الحالة والهيئة التي جاء فيها إذا كان مضارع يجب أن نقوم بإرجاعه إلى الماضي حتى نتأكد من الحروف الأصلية نحن نقوم بتحديد الفعل الصحيح والمعتل ونقوم بتحديد أنواعه حسب حروفه الأصلية الثلاثية في حالة الماضي بعد أن نقوم بإرجاعه إلى الماضي أو إذا كان في حالة الماضي منذ البداية فنقوم بالنظر إليه إذا احتوى أحد حروف العلة فهو فعل معتل إذا لم يحتوي على أحد حروف العلة فهو فعل صحيح ومن ثم نقوم بتصنيف ما هي الأنواع ومن ثم نقوم بتصنيف ما هي الأنواع نتابع الجمل مدى الرجل يد العون والمساعدة للمحتاجين مدى مدى وانتهى إذا فهي فعل ماضي هل احتوت على أحد حروف العلة؟ لا إذا فهي صحيح هل احتوت على شدة؟ نعم فهي مضعف سعى الحاج بين الصفة والمروة سعى سعى وانتهى إذا فهي فعل هل احتوت فعل ماضي؟ هل احتوت على أحد حروف العلة؟ نعم ها هو الألف إذن فهي معتل ماذا في نهاية الكلمة؟ ناقص السؤال الثاني يقول مثل بجملتين من إنشائك تحتوي الأولى على فعل صحيح والثاني على فعل معتل هذا السؤال يكون إجابة مفتوحة ولكن نقول صحيح ذهب الطالب إلى المدرسة ها هو الفعل ذهب ذهب وانتهى ماضي لم يحتوي على أحد حروف العلة أما المعتل جاء الطالب إلى المدرسة جاء فعل ماضي جاء وانتهى احتوت على أحد حروف العلة ها هو الألف في الوسط أجوف السؤال الثالث استخرج من درس القراءة أهمية الطاقة الشمسية فعلا صحيحا وآخر معتلا هذا السؤال يكون إجابة مفتوحة إذن وبهذا ننتهي من قاعدة الفعل الصحيح والفعل المعتل نقوم بعمل مراجعة سريعة عليكم في البداية حفظ المسميات أن لدينا في اللغة العربية ما يسمى بالفعل الصحيح والفعل المعتل الفعل الصحيح هو الفعل الذي نقوم بإرجاع إلى حالة الماضي ولا يحتوي على حروف العلة وله ثلاثة أنواع إذا رأينا همزة نقول عنه مهموز إذا رأينا شد نقول عنه مضعف إذا لم نرى لا همزة ولا شدة نقول عنه سالم أي لا يوجد فيه لا همزة ولا شدة الفعل المعتل أي أننا نقوم بإرجاع الفعل إلى حالة الماضي ومن ثم نشاهد هل احتوى على حروف العلة إذا احتوى على حروف العلة فهو معتل ومن ثم نقوم بتحديده هناك ثلاثة أنواع إذا كان حرف العلة في بداية الفعل فهو نسميه مثال إذا كان في الوسط نسميه أجوف إذا كان في النهاية نسميه ناقص وبكل الحالات عندما يأتي سؤال يريد منا استخراج الأفعال وتحديد نوعها معتل أم صحيح نقوم بالبحث عن الكلمة التي تدل على الحركة والاستمرار ومن ثم نقوم بالتأكد من حالتها هل هي ماضي أم مضارع أم أمر نقوم بإرجاعها إلى الماضي وإضافة كلمة وانتهى حتى نتأكد بأنها دلت على الزمن الماضي ومن ثم نقوم بتحديد هل هي احتوت على حروف علة أم لم تحتوي نذكر بأن حروف العلة الألف الواو واليا الألف التي لا يوجد عليها همزة أما الألف التي يوجد عليها همزة نسميها مهموز إذن وبهذا تنتهي حصتنا لهذا اليوم نلتقي بكم في الحصة القادمة بموضوع الكتابة دمتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر